خمسة شخصيات تقود أبرز الأحزاب المتنافسة على الانتخابات العامة لكل تاريخه ولكل رهانه في هذا الاستحقاق المصيري زعيم حزب المحافظين باريس جونسون يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وهو زعيم الحزب منذ شهر يوليو الفين وتسعة عشر ولد في نيويورك لأبوين بريطانيين وتخرج من جامعة أكسفرد بدأ كصحفي وبعدها نائبا ثم عمدة للندن ووزيرا ومن ثم رئيسا للحكومة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين يبلغ من العمر سبعين عاما حيث ولد بمدينة تشافنهام عام 1949 عرف بمناصرته للقضية الفلسطينية ونقده للاحتلال الإسرائيلي يخطط لإعادة تأميم السكك الحديدية والطاقة إذا ما وصل إلى الحكومة حزب الديمقراطيين الليبراليين جوس وينسون ولدت في مدينة جلاسجو كبرى مدن إقليم سكوتلندا عام 1980 درست الإدارة في كلية لندن للاقتصاد عرق جامعات بريطانيا هي أول امرأة وأصغر زعيم لحزب الديمقراطيين منذ مايو الماضي زعيمة الحزب القومي السكوتلندي نيكولاس تيرجين عمرها 49 عاما وهي المرأة الأولى التي ترأس حكومة سكوتلندا بدأت حياتها كمحامية ثم نائبة في برلمان سكوتلندا منذ عام 1997 تتزعم الحزب الوطني السكوتلندي منذ انتخابها في عام 2014 وأخيرا زعيم حزب براكزيت نايجيل فراج ينحدر من أسرة ثرية وقد ولد في العاصمة لندن بأبريل عام 1964 لم يلتحق بالجامعة وسلك درب والده في عالم المال والتجارة أسس حزب استقلال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي عام 1993 القادة الخمسة يحلمون بنتائج مميزة في هذه الانتخابات تختلف بين قائد وآخر ولكن القول الفصل سيبقى لصناديق الاقتراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر